إدارة النادي الأهلي شايفة إنه إدارة نادي أمبي بتغالي كثيراً جداً جداً لما الأهلي تحديداً بيطلب أي لعيب كان معي كابتل محمد سبعالي مبالح وقال إنه ما فيش مشكلة بين أمبي والنادي الأهلي وهو بالنسبة لهم إنه اللعبة تحترف في أوروبا هم مش عايزين اللعبة تروح مصري يعني تعرف إنه ندرب أصلاً تق سابق للأهلي هو اللي عايز أحمد أمين أفا؟ مين بقى؟ ريني فيلر العرض السويسري اللي موجودة عند إدارة أمبي من سيرف السويسري اللي هو بيدربه ريني فيلر طبعاً كانت تعرف إنه فيه عرض سويسري بس أنا عايز أقولك إن فيلر مهتم جداً بضم أحمد أمين أفا وحصل زوم ميتينج مع اللعب من يومين ثلاثة كده كان فيه كم سؤال موجه للعب على مستوى إنه هم عايزين يفهموا سلوكه طريق التفكير وبيشوفوا هيكون مناسب لهم على مستوى العقل على مستوى التفكير هيناسب تواجهت في الدور السويسري ولا لأ؟ حصل زوم ميتينج معاه فيلر مهتم جداً 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 بالتعاقد معاه بعد 48 ساعة هيحصل نفس الزوم بس مع الأستاذ أيمن الشريعي اللي هو قدارت أمبي عشان يبتدوا يتفاوضوا على موضوع الماديات لو طلاقوا مادياً هتشوف أحمد أمين أف في الدور السويسري أنا عندي نفس معلومة جيمي إنه هو في ترتيب رقم 4 في الأهلي ليه؟ لأن لو رتبتلك الأندية اللي بتتفاوض فعلاً مع عفا بشكل فيه اهتمام هو سيرفت سويسري اللي بيدربه لنيا فييلر الزمالك وقبل الزمالك كمان بيرامدز بيرامدز ثم الزمالك ثم الأهلي في المرتبة رقم 4 يعني جاي يعني لو من بعيد بحاول يعني يبقى فيه كلام مع وكيل اللاعب بحيث إنه لو اضطر زي ما جيمي قال للسيناريو الأخير إنه هو ياخده ولكن فيه اهتمام كبير جداً من فييلر باللاعب وإنه هو يضمه لو لقوا إنه طلبات أمبي المالية في الهادية كريم اللي همش عايزين مثلاً 2 مليون دولار ومليون ونص ومليون هم عايزين برضو صفقة برقم كويس ومعقول يقدر أمبي يعمل بنود إن يستفيد مستقبلاً الزمالك مهتم بالموضوع كنت قلت لك قبل كده الزمالك عرض على اللاعب إنه هو تعال أوقع اللهم أنا لو الزمالك طبعاً عنده القيد مفتوح أوقع الزمالك ورحب بده ولكن في ظل إقاف القيد فأنت متفهدش مع أين بيا عشان تضمني فأنأجل التوقيع بيرامدس بيلاحي النادي سويسري في الموضوع إنه هو بيحاولوا يشوفوا الطلبات هتبقى عاملة إزاي بحيث يعرض الصفقة على الإدارة اللي هي موجودة اللي هم ملاكي النادي إنه هم يحسبوا القرارة محتاجينه ولا مش محتاجينه ولكن يأتي ريني فايلر في المرتبة الأولى مهتم بقفها بعد كده بيرامدس بعد كده الزمالك بعد كده الأهل هاي قبل ما تقف الموضوع قولي العرض للسويسري اللي جابه الوكيل اللي بلغه الإدارة إنبي الوكيل بلغ إدارة إنبي مفيش تفاوض مالي مباشر حصنا بين النادي وإنبي الوكيل 450 ألف دولار وتمانية في المائة من عادة البيع والرقم ده بعيد تماماً تماماً على الرقام اللي بتكلم فيها إنبي فقصة كلها وما فيها هتمشي حوالين مين اللي هيدفع أكتر فأحمد أمين أفا وأنا بقول لك قصة العرض بتاع سويسرا ده إنبي لا هيوافع الرقم ده ولا هم هيعلوا رقم كبير يخلي إنبي أكتر وأنا موافق جيمي في موضوع الأرقام يعني أنا موافق جيمي في موضوع كابتن محمد اسمعيل مبالح إن العرض مش هيوصل مثلاً مليون وإنبي هيتكلم طب مليون طب 600 طب 700 طب 800 كابتن محمد اسمعيل مبالح قال لي وكان هو بيقول لي كنت في اجتماع مع الكابتن أيمان الشريعي اللي هو رئيس النادي وقالوا إن هم دايماً مش فارق معهم الرقم أول اللي هيبيعوا بيه في أوروبا فارق معهم أول نسبة تقعات البيع عشان هم عايزين يفضلوا يكسوا من اللعب وبيقول لي هنحط كمان شروط بنسبة مشاركة اللعب تبقى الده عشان نضمن إنه هو يتقلق فيتبع بسعر كبير عندهم حسبة كده غير المقارنة بالأرقام اللي هنا بمعنى بس مش ربوية وخمسينة كريم صح انت عندك عارقم قليل بمعنى لو الرقم اللي هناك في أوروبا أقل من الرقم اللي ممكن ياخده من نادي يوافق مصر ممكن يوافق لو نسبة عادة البيع كبيرة متفهم عكم اليوم في المية لكن انبي كان حاطت كده بستاندر حصلت في العديد عشرين في المية إنه حاطت عشرين في المية لأي لعيب هيطلع بره عشرين في المية من عادة البيع ومتفهم عكم اليوم في المية هم الأولوية ليهم بره حتى لو الرقم أقل شوية لكن مش أقل كثير يعني مش هيجيله مليون دولار من نادي في مصر مثلا بيرامدز هيجيله مليون دولار من بيرامدز في مصر وهيبيع بره 150 مستحيل مش هيعمل كده طب هو بيرامدز يدفع 50 مليون في رحمة دمين بليون دولار بقى يتصرفه ب50 يتصرفه ب30 يتصرفه ب31 طيب